الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نعرات الكذابة الفتن الطائفية إصارة العصبية تجفيف المنابع سياسة فرق تسد كلها أمور استعمالها فرعون لصرف الناس عن سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم ترى إلى أي مدى نجحت هذه المكائد مشاهدين الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج أحسن القصص نرحب بحضرتكم ومع نرحب وضيفينها الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الحضر الشيخ بصطفى العدوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف باركم صاحب الفضيلة بارك الله فيكم وفيك بارك سيدها وذك رب وراءك قصة سيدنا موسى مليئة بالدروس والعبر والعظات وكثيرا ما نجدها واقعا الآن معاصر في بعض الأمور التي نعيش فيها قبل أن نسقط هذا على الوقع يطيب لنا في البداية وصلا بما سبق أن نتعرف من خلال فضلتكم على نسب سيدنا موسى من هو سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أما إجمالي القول أنه موسى ابن عمران موسى ابن عمران يمتد نسبوه إلى يعقوب عليه السلام فموسى عليه السلام إسرائيلي يمتد نسبوه إلى يعقوب عليه السلام ابن إصحاق ابن إبراهيم ما بين ذلك ما بعد عمران لم يثبت به سند أما ابن كثير يسمي أسماء هل ورد شيء في الفترة بين سيدنا موسى وبين سيدنا يوسف حينما جاء بإخواته إلى مصر حتى نحصل فترة الزمنية التي قضاها بني إسرائيل في مصر لا أعلم شيئا لم يرد فيها شيء لا أعلم شيئا عن الفترة الزمنية إلا أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم في شأن الرسل منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ولذا فإنما يروى لم أقف عليه بسند أن رجلا مؤرخا جاء إلى علي وقال أن أعلم التاريخ قال كيف تعلم التاريخ وربنا قال وعادا وثمودا وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا تمام فقال المؤرخ أن أعلم هؤلاء الكثير قال علي كيف تعلم والله يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك فبهت ده كان يدعي أي يدعي كان مدعي هو أي أحد أدعي التاريخ ممكن يجلس يكتب كتاب صحيح صحيح لكن هذا نسب سيدنا موسى مع ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من قبل التشابة ولادة تفضلت بيه فضلتكم في الحلقة المنصر حدثت بعض الإرهاصات بعض الإرهاصات في البيئة آنذاك هل من إرهاصات حدثت حالة ولادة سيدنا موسى كانوا يتوقعون أن تزول مملكة فرعون على يد شخص من بني إسرائيل فلذا كما سلف احترزوا تمام وأصدروا قرارا بقتل كل مولود أوه وبعدها وجدوا أن بني إسرائيل ستفنى فقالوا نترك الموليد سنة ونزبح في سنة بعدها تمام ذهب سيدنا موسى في الصندوق إلى التقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزرا كيف عدوا وحزرا يكون لهم بعض العلماء يقولون اللام هنا لام العاقبة لام العاقبة يعني هم التقطوه في الأصل ما يريدون أن يكون لهم عدوا إنما قالت امرأة فرعون قررت عني لي ولك لكن هناك لام في اللغة تعرفها يا دكتور محمد اسمها لام العاقبة بارك الله كما يقول القائل بيوتنا لخراب الدهر نبنيها أموالنا لزوي الميراث نجمعها وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها أنا لا أبني للخراب إنما أبني للعمار لكن في النهاية ستخرب وتفنى الدنيا كلها هكذا صحيح أموالنا أنا أجمع مالي في الظاهر لي لكن كما قال قال أموالنا لزوي الميراث نجمعها يعني نجمعها وبعدها سيئة الأبناء والبنات والزوجات يأخذونها يرثون هنا صحيح ليكون لهم عدوا وحزنة هذه لام العاقبة كذا قيل على أحد الأقوال على أحد الأقوال فيها أقوال أخرهم كانوا يعرفوا ما هذا العمل الذي يقتلنا فيه الأطفال لم يتصرب إلى قلب فرعون أن يقتله تصرب إلى فرعون أن يريح زوجه فقط ورد في الموقوفات أيوة على ابن عباس في حديث الفتون الطويل يعني أي موقوفات يعني من قول الصحابي تمام أن ابن عباس ذكر أنه أتي به ذات يوم وفي وسط الحشية يحمله فجذبه موسى من لحياته جذبة شديدة فقالوا هذا الذي سيقتلك من بني إسرائيل جذب من فرعون جذب فرعون وكان صغيرا كان طفلا في المهد على كلام من ابن عباس فقالوا هذا الذي يتوقع أن يزيل مملكتك فهم بقتله فتدقلت امرأة فرعون قالت على ما قاله أيضا ابن عباس إنه لا يعرف التمرة من الجمرة أتلو تمرة وأتلو قطعة نار تمام سيمد يده إلى النار الطفل لا يميزه لا يدرك فأتوه بتمرة وجمرة لأن الله أراد نجاته وضع يده على الجمرة جمرة فأصابت لسانه على ما قال ابن عباس أيضا فسلمه الله بسبب ذلك تمام ولم يقتله فرعون هل هل هناك قراءة بالفعل قرة عين لي ولا كلا لا 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 تقتله لا يحسن قف على لا 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 باعتبر ما حدث فيه ما بعد لا شذوذ شذوذ نعم هل مسألة التمرة والجمرة هي التي أثرت على لسان سيدنا موسى كذا قال عدد من العلم من ابن عباس حدقت من لهذا الكلام يعني السياق لا يمنعه لا يمنعه نعم لكن هل هذا يحدث لنبي حاش الله سبحانه وتعالى ويسأل عم ما يفعل لكن السؤال نبي لابد أن يكون سليم المنطق حتى يبلغ كلام الله سبحانه وتعالى فيه جزئيات أحيانا إذا تحدث الشخص عن الله والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى ينقن أحسن النقل نعم وإذا جاء أحيانا إلى أمور الدنيا قد لا يجيد فمثلا الرسول عليه الصلاة والسلام نعم كلامه أطيب من كل كلام والقرآن أطيب من كل كلام نعم لكن الرسول إذا جاء ينشي بيت شعر لا يجيد الشعر صحيح لا يجيد الشعر صحيح قال تعالى وما هو بقول شاعر قليل ما تؤمنون فلذا أحيانا كان يم مئي ينقل اللهم لا عايش إلا عايش الأخرة فاغفر الأنصار والمهاجرة تجد رواية فاغفر المهاجرة والأنصار لم يجد الشعر سليم عليه الصلاة والسلام زكريا في التبليغ عن ربه عليه الصلاة والسلام لما عفوا خرج وقد بشر بأن امرأته حملت بعد طول سنين قال رب جعل لي آية على ما أستدل بها على أن زوجتي حملت قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة يام إلا رمزة يعني ستخرج وأنت سوي صحيح ثلاثة يام سوية تحب أن تتكلم لا تستطيع لكن تذكر الله تستطيع سبحان الله لأنه قال واذكر ربك كثيرا كثيرا فيأتي يتكلم بذكر لا يذكر الله كلام آخر لا يذكر سليم يعني سيدنا موسى مع الرسالة طلق في ديان الرسالة أما في مش القرآن ولا يكاد يوبين كلام فرعون لكن على غير حقيقة لا هم قالوا ونزلوا على هذا الكلام على ما كان منهم وقال الأخي هارون أفصح مني لسانه أفصح مني لسانه مقدر الفصاح هل في اللوثغة التي اعتردت لسانه أم لأنه جلس خارج مصر عشر سنين لا 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 من أجل على رأي الجمهور من أجل ما أصاب لسانه من النار على رأي الجمهور نعم من أجل ما أصاب لسانه من النار هنا البيئة في مصر أنذك يعني حال التقاط ألي فرعون سيدنا موسى رؤوس أموال تتحكم وبعدين عفونا دكتور محمد فضل أنت رجل من أهل اللغة ولعلك قابلت زملاء لك منهم مثلا مثلا من لا يجيد حرف الرأ صحيح لكن من فصاحتها من زكائها ممكن يؤدي المعنى بدون ما يجيد حرف الرأ نعم صحيح حصل ولا لا نعم حدث كانوا يتمثلون برجل من أهل اللغة كان في لسانه لسة فكان يتفادى أن ينطق الكلمة بغضا واصل بن عطاء له خطبة عصماء وليس فيه حرف رأ واحد بالمناسبة نعم ليس فيه حرف رأ واحد لأنه كان عنده لطا أيضا في حرف الرأ نعم فتجنب كل حرف الرأ لا أقول أن موسى هكذا أقصد أنه يؤدي الرسالة وهو سديد على أبلغ وجهه طبعا على أبلغ وجهه على أبلغ وجهه نعم عليه السلام وجيه سبحانه وتعالى ربنا قال واصطنعتك لنفسي قال فيه واصطنعتك لنفسي وكان عند الله وجيه وجيه نعم سأناتي إلى وصفه هذا يعني عننا نسأل فضلتك أوصافه من حيث الشكل وارد فيها شيء حينما رأه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان شكله اسمح لأقول الله يغفر لي نعم دمه خفيف جدا ما شاء الله لا سنتقاصا قد يفهمنا نعم لأن الله قال وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي نعم كل اللي شوفه يحبه اللي يرى يحبه سبحان الله مع أنه أسمر منه كان أسمر 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 وطويل غليظ الشفتين لا ليس فيه غليظ الشفتين ليس فيها ليس فيها إذن قرأنا خطأ قل له أوصافه عليه الصلاة طويل عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم يميل إلى السمر ليس أسود ليس أسود تمام إنما آدم كما قال الرسول عليه الصلاة آدم أسمر يميل إلى السمر نعم مسترسل الشعر يعني شعره سايح مش جعد يعني لا الريوالفالجعد فيها خلل عجيب عجيب فطويل هو عليه الصلاة والسلام مسترسل الشعر مسترسل الشعر تمام وأصمر وقوي يعني ليست ليست نحافة نحافة شخص هزيل بل قوي عضلات يعني قوي وكذاه موسى فقض عليه دقوا كده موتوا أكيد قوي عضلات لأن عضلات قد تفهم إفهاما غير صحيح رجل طويل آدم مسترسل الشعر قوي البنية قوي البنية صلى الله عليه وسلم يعني خفيف الحاز كما يقولون دم خفيف عليه الصلاة والسلام نعم كان عنده غلدة في الصوت يعني حينما سمع سمع هو يدعو بصوت عالي مرتفع كان عنده قوة في صوته في مجيه في حركتها أما القوة البنية موجودة في إن خير من استجرتها القوي الأمين إن خير من استجرتها القوي الأمين لكن علوم الصوت هذا ما أسرته لم يثوت على وحيانا قرأت أنه قرأت رسول الله سمع صوتا يعلو هكذا فسأل سيدنا جبريل قال هذا صوت موسى لا يصح لا يصح لا يصح ما أكثر الإسرائيليات عندنا قال علم الله فيه غلدة فقابلها منه هكذا لا 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 أبدا لا يصح هذا الأنبياء أرحم الناس أرحم الناس هم الأنبياء صحيح لكن هو أيضا وكام السناءات بإذن الله تعالى لما دخل بيته ولأ فيه ملك الموت وكان متمثلين في صورة الرجل ستأتي بإذن الله تعالى يعني يا طيب لي أن نركز على المسرح أنا ذاك والظروف التي بعث فيها سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل حتى نستنبط كيفية تعامل العلماء مع الجبابرة ومع الطغاة أنا ذاك عفوا لي تلغي كلمة المسرح هذه لأن ما يريق أن نقولها الأنبياء المسرح أو كده تحفظ البلدة أنا ذاك نعم نعم المصر مصر أنا ذاك أو البقعة الجغرافية أنا ذاك كانت فيها سياسة فر اقتصد تجفيف المنابع السلطوية لرجال الأعمال أو رجال الاقتصاد سلطوية الكهنة أنا ذاك جباروت فرعون يعني كيف قابل سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في البداية ما أعملهم القوة وأضيف إلى ذلك شيئا أيها أنه تربى في البيت الذي يقود هذه الشبكة الإجرامية أشكرك على هذا رائع يعني هو تربى في لكن من الحفيظ الله الله خير حافظا وهو رحم الرحم من الحافظ والله سبحانه وتعالى هو تربى في هذه البيئة ورأى يعني أكل ملوك إفطر ملوك غدا ملوك عاشا ملوك اجتماعات الملوك اجتماعات الملك مع الوزراء كلها في البيت تمام في البيت والذي حافظاه هو الله يعني إذن نستطيع أن نقول تربى يعني الحالة السياسية كانت تدور أمام عيني كل يشهد كل المشاهد في البيت تمام في البيت طيق وهو طفل يعني ينبغي أن الطفل حتى إذا وزنناه بأمور الدنيا الطفل يستقي المناظر تمام ويتأثر لكن هو لا حافظه الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى حافظه الله سبحانه وتعالى يعني لرسالة سيبلغها لهذا الشقي الذي يبلغ به هو فرعون نقصد هذا الشقي فرعون هنا سيدنا موسى كان قويا وذكر أو ذكر حديث الفتون ما هو حديث الفتون حديث الفتون حديث طويل موقوف على ابن عباس يذكر المراحل التي مر بها موسى عليه السلام من مولده إلى رجوعه إلى فرعون وقصته مع بني إسرائيل يعني فتون الاختبارات والابتلاءات التي مرت بموسى يذكرها ابن عباس في أجزاء من الحديث مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم هل تصح لا حرج في هذا أو الحديث برمته لا حرج فيه بالموسى نعم نعم يعني يؤخذ منه ويحدث به نعم هنا نشأ سيدنا موسى في قصر فرعون السؤال كان قبل فيه التبني فيه يكون عبد فيه يكون ابن صيفة سيدنا موسى في قصر فرعون كانت ماذا هو الذي ذكره ربنا في كتابه قالت امرأة فرعون قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا هذا الذي في الكتاب العزيز تمام السنة ليس فيها تفصيل كتب السير وكتب القصص الأنبياء قل إنهم قال هو ابن لنا تمام قال هو ابن لنا فرعون وزوجه ابن لهم كذا قالت كتب السير نعم وكتب أخر أمسكت لعدم ورود التفصيل إلا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا تمام فرعون قال ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين فقيد الله له أمورا لكن التفصيل هل نسب إلى أنه موسى بن فرعون لم ينقل ذلك إلا في كتب بعض بعض كتب قصص الأنبياء والروايات تراجع أم نحدث ليست هناك روايات ليست هناك روايات عن رسول الله صلى الله لأن الخبر الصدق سيأتينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتالي فضلتك تميل إلى أن نقف عند هذا أن ننسك على هذا لا هو نشأ وخرج وحدث له قصة مع المصري ومع القبط ومع المراضع تمام ما قصة سيدنا موسى مع المراضع وكيف عاد لأمه مرة ثانية هو عليه الصلاة والسلام لما التقطه آله فرعون وأخذته مرأة فرعون آتوا له بمرضع ترضعه تمام لا كانت في لابن صناعي لا كانت تنجب زوجة فرعون لم يرد أنها أنجبت لم يرد وليس له أولاد عاسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا تمام لم يرد أنها ولدت فأتوا له بمرضع شاء الله وقدر أن يمتنع من الرضاعة من أي امرأة كانت سبحان الله قال تعالى وحرمنا عليه المراضع حرمنا بمعنى منعنا هنا منعناه لا يلتقم الثدي أصلا أبدا تخيل طفل صغير لا يلتقم الثديا ويبكي سيموت أمامهم صحيح لابد من مرضع سليم أمه قالت لغتيق الصيح تمام فقال المفسرون فرعون أرسل في الأفاق هل من مرضعة تأتي هل من مرضعة شهيرة بالرضاعة يأتي ناس كثير يردعونهم فيبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون لما حرموا عليه المراضع وجدتهم يبحثون عن المرضع قالت هل أدل لكم كواحدة من الناس أنا عندي مرضعة جيدة تعرف تردع ذكية ذكية هل هذا إلهام من الله توفيق من الله كله توفيق من الله فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدل لكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون طبعا السياق أجمل لكن قالوا أدل لنا تمام فأتت بأمه فإذا بالولد يلتقم تديا إذا بموسى عليه السلام يلتقم تديا حينئذ فعلى ما يذكره المفسرون أرضعته وأخذت أجر على الرضاعة وكانت تأتي وتردعه وتنصرف وبعد قالوا إنها قالت إن لي بيتا يعني ولي زوجا قالوا خذيه معك زمنا وأتين به زمنا هي لا تصبر على فراقي ومرأة فرعون لا تصبر على على فراقي فأرضعته وأخذت أجرها وأقر الله عينها به وكانت تدخل عند كما يقول أهل العلم تشفع فتقمل شفاعتها عند فرعون يعني بتردع بتردع ابن الملك نعم صحيح تردع ابن الملك نعم لما يكون واحدة بتردع ابن الملك في الزاير يكرمها أو لا يكرمها 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 طبعا تشفع إنت لو لك وسط عند واحد رئيس دولة طباخ الرئيس إذا عندنا لو قامن شرطة أطعاك الله وصلناك يا مولان لها شفاع ولها حضبة ولها منزلة ولها راتب من قصر فرعون راتب عظيم أمنت بالله أمنت بالله كما قال تعالى فراد إذنه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن لا تتشتت عينها يمينا وشمالا نعم ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق لا إله إلا الله نعم ولم تفصح عن مكنون فؤادها أبدا وهم لم يسألوا لماذا التقى متديها دي ولم الله صرفهم الله صرفهم أحسن الله صرفهم لهذا الحمد لله رضع موسى وشب نعم قصة سيدنا موسى التليم وشرة وصعلي مع القبطي ومع بني جلداتهم بني إسرائيل الذي وكذا موسى سيدنا موسى القبطي ما هذه القصة وما ملابساتها هو يقول أهل العلم لما تربى موسى عليه السلام في قصر فرعون وكان يخرج في المواكب مع فرعون تعرف حيلمان الرئاسة أو حيلمان الملك لما يخرج يفتحون له الطرق ويفسحون له الأبواب فمع الركب نعم فتخلف يوما لأمر يريده الله سيدنا موسى تخلف عن الركب بقدر الله تمام بقدر الله على ما يذكره المفسرون تخلف يوما عن الخروج معهم نعم فخرج المواكب مواكب فرعون والحاشية وموسى عليه السلام جاء إلى المدينة هم قد خرجوا قال تعالى وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاَسْتَوَ وَآتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا أَشُدَّهُ وَاَسْتَوَى كَمْ سَنَةَ تَقْرِبًا ليس هناك نص ليس هناك نص يحدد سيد نصف لما بلغ أشده لم يقل واستوى فوضع الاستواء غير البلوغ الأشد عادي الأمر واسع السن يعلمه الله تمام أتيناه حكما فقها وعلم وكذلك نجزي المحسنين فدل على أنه كان وحسنا من قبل لو سارة سيرة حسنة في شبابه وطفولته لم يكن يعني معاش ابن ملك باحثك يعيثوا في الأرض فسادا لا وياخد الفلوس والتجارات والتجارة دي والتجارة دي والمشاريع لا 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 ويضع يضع على أراضي المصر أنا ذاك ويأخذها ويحط عليها اسم أبدا تربى ويتربى في بيت فرعون أعصمه الله من الزلل سبحان الله أعصمه الله من المال الحرام أعصمه الله من الظلم لأن الله قال آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين مع أنه عذرا لفضل التمام بصدر كالرح بالوسع لأنه هذا بالفعل أشكالية العصر الذي نعيشه هو أتربى في بيت جبار من الجبابرة يعني انتهى إليه الكبر والحسن قال تعالى ولي تصنع على عيني يتربى على مرأة مني لم يأكل من قصر فرعون لم يتعلم منه أكل 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 لم نختلف لم تؤثر فيه سياسة فرعون لم تؤثر فيه سياسة فرعون سياسة الجبابرة من حوله أبدا أبدا لا همان ولا غير حفظه الله سبحان الله ماذا تقول مع شخص حفظه الله سبحان الله والله ما أنا أود التركيز على هذا وقت درس مستخدم لكم أنا أقول لك يا الدكتور نحمد الذي يحفظه الله الله خير الحفظه ورحمة الله عموم الأنبياء يعني من الذي حفظه يوسف في السجن ومع العربيد والسكير والمجرم والحرامي الله وولد في غاية استغفر الله في المتولد يعني الشاب في غاية من الوسامة والوضاء وتيشة الحسن من الذي حفظه في السجن من الذي زاهد الناس فيه شراه بثمن بقص درائم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين عليه الصلاة والسلام من الذي حفظه رسوله هو مولود يتيم لا أب ولا أم الذي حفظه الله وقد يكون الشخص مع والديه فهو أم الحد وولده صالح سيدنا نوح عليه السلام ابنه معه ابنه معه يا ابنا يرقب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يرسمني نعم فالله خير حافظا وارحم الراحمين وارحم الراحمين في الحلقة القادمة بإذن الله تبرك وتعالى نكمل مع فضيلاتكم هذه القصة مع القبطي ومع الإسرائيلي وكيف وكزه موسى سيدنا صلى الله عليه وسلم ومن الذي ترتب على هذا أنذاك والسياسة للشعب المصري أنذاك كيف استغل هذا الموقف ضد سيدنا موسى فيما بعد شكرا بذلتك على هذا اللقاء ونتوك في الحلقة القادمة إن شاء الله إن شاء الله بارك الله فيك مشاهدينا الكرام مستمعنا العزائي إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج أحسن القصص أشكر حضرتكم بسف مجمعنا أشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالمة على ما فضلت الحبر الشيخ مصطفى العدوي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين شكرا لفضلتك صاحب الفضيلة بارك الله فيكم وفيك بارك وعطي أضماني نقوان جديد نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم